بسم الله الرحمن الرحيم متابعة للأحداث التي جرت في قروة بني حسان واعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للشاب بين يوسف عاصي ويحيا مرعي هذا المنزل منزل عائلة مرعي أيضا تعرض للاقتحام مرتين المرة الأولى أمس مع ساعات المغرب واعتقال الفتى أو الشاب مرعي واعتقال أيضا والده الأسير المحرر يحيا مرعي إضافة إلى عودتهم فجر اليوم ومدهمت هذا المنزل وأخذ قياساته معنا الحاج أبو مصطفى هو والد الأسير يحيا مرعي وجد الأسير محمد الحمد للعاء سلامتك سؤال أخي الحاج شو اللي صار مبارح المساء قاد المنطقة أجيب في نابلس المهم في العمر قتل بحكيش خلاص قتل قلت وإنت بتقول أنا والله ما بن نصدق بولد ما هو شي يعني تبع هالحرطي هذي اللي يعملها شو بدأ سوي كان المهم المهم كتل وصباح اليوم يجو مرة تانية؟ وصباح اليوم عاجوا اليوم ها عن عاد كان بدنا الدار وابتنبي عليها خلينا نحكي الله المستعى إن شاء الله بروح بالسلامة بدي أسألك أنت عم الأسير وشقيق شقيق برضو الأسير التاني شو اللي صار تفاصيل اللي أخذتها أنا جيت لقيتهم مش عارف شو الكصة لقيتهم هذا مكثهمين الدار ما خلونا شو نروح يعني ما نسجروا بكنا نصلي في الجامع المغرب منعونا ستروا علينا الجامع اللي قالوا ما نوحد بظلوا في الجامع ظلينا في الجامع وما منعش شو الكصة يعني أنا مش عارف شو يعني مش اطلعت من الصلاري توم المسحبين رحنا على الدار تقلنا ورجعنا بقولوا هيش هيش وما منعش الكصة يعني وجينا عليهم وما خلوناش تقالين مين بالضبط يحيا ويوسف وضبوا يوسف ويحيا وجمعياتهم يعني ما سووا شي شي وعتكلوا الجميع اليوم صباحا شو اللي صار مرة تانية الصباح أنا بكت ظليت ساعتينتين في الليل هنا يعني كاعدوا عندهم رحت الصحر ورجعت على ستة يراجعين دخل مرة حج زهمين وطروا من الغرفة بدهم يفتشوا الغرفة يفتشوا الغرفة وهيش هل تواصلتم مع أي حد أعطاكم أي تفاصيل عن اللوين وسطة اليوم أنا ما بعرفش غير بقش أنا هنا بس أجو بس أنا يعني قالوا لي هذا جابوا صندوق وخزقوا الوجاية وهذا اللي بعرفنا عفوا شقيقك كان مسجون الاحتلال بيحاول أنه يقول أنه الأب له علاقة في القصة لا 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 فيش منه بكى في عمارة وعنده حمام وعنده ويتش بكى يحط لهن في مي وفي علف ومعش في القصة ولا أخو ولا أمه ولا حدا من العلم ما منعش ما صارت الشغل يعني أنا بكيش بتوقع كنت هذا شكله هايش بلوه بلوي ولا هو أنا هادي هالولد ولا بحشي ولا شي زي كل هادي هادي مش هالولد يعني كيف الآن العائلة ممكن تتصرف هل أنتم مثلا ممكن تتوكلوا محامي تتبعوا الملف منطابعوا المحامي ومنطلعنا أخولنا عندنا مصالح بن يو Lara مكدرش مرحبا ما يعمل به أخوك مصنع قطن علي諒 الحري الحري هادي شرش المنا منطلع نطلع نتابعا هذا الموضوع وهذا وفي شكات أعطاهنا ابني يعطايا يعني ظلين معه يعني بعرفش شو بصير مع الواحد فهو جاي اه صار هالشي فهو جاي وراح حاسب التجار وعطاهن اخو اي عمو ابراهيم اعطاهن عمو خالص صلحن الفين شيكل وخلاف الشكات يعني هلق عندك خوف لا سمح الله من عودة الاحتلال وهدم المنزل او ما شاء هذا الموضوع عند الله كل شي بصير وارد يعني كل شي ان شاء الله يروحوا بالسلام ويروحوا الجميع سلامتكم جميعا يعني هذا المنزل ايضا هو من المنازل اللي اتعرضت كما ذكرنا للاقتحام اعتقال صاحب المنزل وابنه اضافة لاعتقال الشاب الاخر اللي اه تم اه مداهمة البلدة من اجلهم كان في ضرب اه هجم عليه هو بدهره اللي حقوه ابو امه قالوا له لا بنسلمك ولا بيغطخوك ويقلت له كدانا على المطرح قالوا له خلاص قال مننسف الدرجة بسلاح اللي عندهم اه سلموهم الحمدلله على السلامة حمدلله على السلامة اذا الاحتلال الاسرائيلي مرة اخرى للتوضيح اقتحم قراوة فجر اليوم مرة اخرى وداهم هذا المنزل الذي يعود الى عائلة مرعي واضافة الى المنزل الاخر للشاب عاصي والاحتلال الاسرائيلي يقول انه تم اعتقال شابين اضافة الى عدد من اقاربهم بتهمة المسئولية عن عملية قتل حارس مستوطنة ارائيل التي وقعت قبل يومين اشتركوا في القناة